طالت الأيام بهذا الشكل؟ مهما طال الصراع العربي الصهيوني ومهما دفع الشعب الفلسطيني دماء زكية ومهما عانى من السطوة ومن السياسة الاستيطانية ومن الضرب والقسوة التي تتبعها السياسة الصهيونية جاسوف ولا يكون هناك ولا طلقة وليس صاروخ يضرب به النظام الإيراني الكيان الصهيوني هذه حاديث وهذه سياسة إيرانية تستعطف بها بعض العقول وتستدرس بها بعض المشاعر في سبيل تحقيق مآربها في المنطقة الآن نحن أمام مواجهة لماذا لم تفعل لحد الآن؟ لماذا لم تفعل في العام الماضي؟ ألم تتعرض غزة؟ قبل سنوات ألم تتعرض غزة؟ نحن في كل سنة هناك عرس استشهادي في هذه الأرض الطيبة أرض غزة غزة ليس هي فقط تحددها الكيلومترات التي يعيش فيها أبناء الشعب الفلسطيني الآن يقولون شهداء وجرحة يوميا الشعب الفلسطيني يدفع دماء ويدفع شهداء لأن غزة محاصرة ليس أصبح لها سنة أو سنتين محاصرة من عشر سنوات هناك حصارا اقتصاديا وسياسيا وماليا على غزة وأبناء غزة من أبناء شعبنا الفلسطيني الثائر فلذلك الإيرانيون لكن أستاذ ياد عفواً عنه سوف لا يفعلون شيء جميل لا يفعلون شيء